بموضوع مثل ما كنا عم نحكي بموضوع الحل المؤقت مقابل الحل الدائم الحل المؤقت بكلفنا 5.94 سنت 4.95 سنت لكيلو وات ساعة لو عملنا البيو او تي كان بتكلفنا نصف سعر 2.95 بس كان بداء وقتين كان ايه بس خلالنا بليش الحل المؤقت مكلف بكلف ضعف الحل الدائم تانيا اصلا ما كان معنا فيول نعطي اليوم بطلنا انا برأيي بمحل انه هل منجيب كم بيخرة زيادة لنعطي 24 صار السؤال هل الحل المؤقت اللي عنا هي اليوم هولي البيخرتان بالبحر نحنا فعلا عيوزينه اذا عن انتج 12 او 13 او 14 ساعة انا برأيي بطلنا عيوزينه وهولي البيخرتان لازم يرجعوا عديارة المعالي الوزير حكي كمان عن الطاقة المتجددة وانا في نقطة حابي بوضحها اليوم تكنولوجيا الطاقة المتجددة صرنا بمحل انه منقدر ننتج كهرباء ونخزنه مع تخزينه يعني مع بطاريات كبيرة هولي بطاريات ننزل سعرون كتير باخر سنوات بتكلفني بين الخمسة للتسعة سنت انتاجه وتخزينه وانا مني عيوز اعمل له نقل لانه هايتي الطاقة المتجددة موزعة الشمس وينما كان بشروعة كل لبنائي وبيعندي 300 يوم شمس بسنوات تبيرايك هني ما بيعرفوا هاي ايه ولا اللي كانت عم بقوله انه هلأ تكنولوجيا الطاقة الشمسية يعني الحكي سهل بس ما هني بركي هني على التطبيق ملاقيين انه يعني اذا بدهم يعملوا تايوين بعد للخطة تبعيتهم انا برأيي بدنا نفكر جديا ايه نتخلى عن بناء معامل كبيرة من هلأ ورايح وانفكر انه ليكي انا بقولك اليوم عنا موتورات الاشتراك هولي الجماعة بيجبوا 100% منيح اذا انا بقوله للموتور بدل هادا الموتور الكبير اللي حطه حط بالطارية تخزين طاقة شمسية وروح ركب سولر بانير اقوله للبيت تاعة اذا بترضى حطلك الواح شمسية عظاهر بيتك بيعطيك نص السعر واذا ما بدك بخليك ع السعر العالي مثلا يعني اليوم انا اللي عم جاري بقوله انه وزارة الطاقة تعمل هاي اللي عم تشتغل احسن منهم هي الموتورات عم بيعطوني 24 ساعة وعم بيجبوا مشكلتوا انه سعرهم كتير غالي وبيلوسوا اذا انا ارابطوا ع الطاقة الشمسية صار سعرهم اقل وبطلوا يلوسوا